اشتركوا في القناة والمساند للمملكة العربية السعودية الشقيقة إزاء ما تتعرض له من إساءة ومساس بسيادتها ومكانتها المرموقة بعدها تل الأمين العام بيان مجلس الشورى بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022 والمتضمن توصيتها بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ حيث أكدت اللجنة أن الميزانية العامة للدولة تهدف إلى التأكيد على الالتزام ببرنامج التوازن المالي من خلال تحقيق الإيرادات غير النفطية والالتزام بسقف المصرفات حسب الخطة الموضوعة كما تهدف إلى تحفيز التعافي الاقتصادي والاستمرار في خلق فرص واعدة للمواطنين وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022 ارتكز على ثلاثة مبدأ تتضمن ترشيد وتعزيز كفاءة المصرفات وخفض النفقات التشغيلية والحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجا واستمرار جودة الخدمات الحكومية بكفاءة وفاعلية اشتركوا في القناة